بالاعتزار خمسمائة الف جنيه. طب تعرف تقول لي اني واحد عشان تخطص باير طبعا. اهو رقم سبعة البند رقم سبعة. اه. في حالة الاعتزار عن مسابقة كأس السوبر. ايه. وتحتها على طول الانسحاب من كأس السوبر. اه. اللايحة دي انفراد لنا في البرنامج بنزعها. ممتاز. وطبعا حرمان عامين. ده في حالة الانسحاب. حرمان عام فوقيها في حالة الاعتزار. اه. مع خمسمائة الف جنيه. اه. شاهد اول تصريح من محمود كهربا يهز به مصر بعد انسحاب نادي الزمالك من كأس السوبر المصرية. شاهد تصريحات نارية من مرتضى مصر بعد انسحابه من كأس السوبر المصري بسبب كهربا محمود الصديق. السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم الله بالخير. عندنا سحب على ميت جوال ايفون 14 برو ماكس. كل الشروط تتفرج على عشرين فيديو سابقين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على ميت ايفون برو ماكس. شاهد اول تصريح من محمود الخطيب يهز به مصر بعد انسحاب نادي الزمالك من كأس السوبر المصرية. ابلغ نادي الزمالك بشكل رسمي الاتحاد المصري لكرة القدم. باعتذاره عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصرية. وكان يفترض ان يلعب زمالك ضد غريم الاهلي يوم الجمعة المقبلة. على كأس السوبر المصري في العاصمة الاماراتية ابو ظبي. باعتبار يحامل لقب الدور المصرية. واوضح الزمالك في خطاب الاتحاد الكرة المصرية. والذي نشراه مرتضى منصور رئيس النادي عبر صفحات الشخصية. على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. انه يتمسك بالاسباب التي دفعته لاعتذار عن لعب مباراة السوبر المحلية. واشدد الزمالك على ان هذا القرار جاء لعدة اعتبارات منها حفظ كرامة النادي. وذلك على حد ما جاء في البيانة. فضلا عن عدم شعوره بوجود عدالة في المنظومة الكروية. الى جانب ذلك رفض الزمالك خطاب اتحاد الكرة. بمنحه اليوم الثلاثة مهنة لمدة ساعة. لرد بشكل نهائي على موقفه من المباراة. في حين انه امهل محمود عبدالمنعم كهربا لعب الاهلي ستين يوما. لتنفيذ العقوبة الموقعة ليه من لجنة الانضباط. واشدد الفارس الابض على ان عدم تنفيذ عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لعب الاهلي. والمتمثلة في الابتعاد عن المشاركة اثنى عشر مباراة. وغرامة مالية مليون جنيه. من تصريحات نارية من مرتضى منصور بعد انسحابه من كأس السبر المصري بسبب كهربا. علق احمد حسان بيدو على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة السبر المصري ضد الاهلي. وقال بيدو في تصريحات عبر برنامجر منتدى على قناة المحور. الزمالك تعرض لظلم فادح بسبب اصحاب الاياد المرتعشة. في اتخاذ قرار حاسم بازمة محمود كهربا واضاف. الزمالك حافظ على حقوقه بالانسحاب من لقاء السبر المصري. واختتم. لا يوجد نظام كرة حقيقي في مصر. تشهد الازمة بين ادارة نادي الزمالك والتحاد الكرة المصرية. سراعا كبيرا بعد اعلان الابيض اعتذاره عن عدم خوض مباراة السبر المصري امام النادي الاهلي. اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا. شاهد اول تعليق يهز مصر من المرتضى منصور بشأن انسحاب من كأس السوبر. المباراة سوف تكون يوم الجمعة القادمة بين الزمالك والاهلي على لقب السوبر على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية الامارات. علق سهل العريفي المدير التنفيذي في مجلس ابو ظبي رياضية. على انبانية الزمالك الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري وتأجيل السفر الى دولة الامارات العربية المتحدة. سهل العريفي المدير التنفيذي في مجلس ابو ظبي وعبر تصريحات تلفزيونية. اكد انه لم يتم اختار المجلس باي شيء خص اعتذار الزمالك عن المشاركة في المباراة من عدمه. وتابع ان الاستعدادات للمباراة تمر بشكل طبيعي. والتذاكر اقتربت من النهاية. وهناك ترقب لوصول بعثة الفريقين الى ابو ظبي من اجل الاستعداد للمباراة. وواصل انه لا يحدث تواصل مع الاندية بشكل مباشر. ولكن التواصل يتم عبر اتصالات مع الشركة الرائعة. ويرى ان الامور سوف تمر بسلام وسوف يأتي الفريقين لخوض المباراة بشكل طبيعي. واختتم ان هناك مفاجآت في الحفلة تشمل فنانا كبيرا ومعروفا. وسوف يقوم بيحياء الحفل قبل المباراة سيكون مفاجآة للجمهورة. بالفيديو سيد عبدالحفيظ يصخر من الزمالك ومرتضى منصور بعد الانسحاب من كأس السبر المصري. كشفها حاتم درويش تقيق مصطفى درويش. اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل قينة. ما كانش عنده حاجة خالصة. وهو كان بعان من شوية ارق. وفترة عاد الصبح معرفش نام. وقرر مسؤولنا دي الزمالك الاعتذر رسميا عن عدم خوض لقاء السبر مع الاهل المقرنة يوم الجمعة المقبلة في الامارات. واكد الدكتور جاد القادر رئيس المعهد القوامل البحوث الفلاكية والجيوفيزيقية. ان يوم الجمعة المقبلة الموافقة الخمس من مايو سيكون هناك حسوف شبه الظل للقمر. وانهت لجنة الاستنافة التابعة للتحاد الكرة اجتماعية قبل قليلا. والذي تم خلال نظري عدد من الشكاوى المقدمة للجنة من قبل النادياء الاهلي والزمالك. كان ابرز واط ظلم المقدم من النادي الاهلي ضد قرار لجنة الانضباط. بقاف محمود كهربا مهاجم الفريق اثنى عشر مباراة. وتغريمه مليون جنيه مصري. وانطلق قبل قليل حدث الابرز والاشهر في عالم الموضع. وهو حافل ميت غالة الفين وثلاثة وعشرين. واستحضر عدد كبير من النجوم والمشاهير والمهتمين بالموضع. ومن المفترض ان يكرم مصمم الازياء العالم كاريلا غفريت خلال الحفلة. شاءت صريحات نارية من مرتضى معنصور وانسحابه من السوبر المصرية. كشف مصدر داخل اتحاد الكرة. عن موقف مشاركة الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد الشناو مدافع وحارس مرمى الفريق الكرة الاول بالناد الاهلية. في مباراة السوبر المصري ضد زمالك. في اللقاء المحدد له من الساعة السابع ونصف مساء الجمعة المقبلة بملعب محمد بن زايد في الامارات. مؤكدا مشاركة الثنائي بشكل طبيعي في اللقاء. وقال المصدر الوطن سبورد. اللايحة واضحة بخصوص الايقافات. كل بطولة مستقلة بذاتها. بمعنى ان ايقاف محمد الشناوي حارس الاهل المدة ثلاثة مباراة. سيكون في مباراة الدورية. اما محمد عبد المنعم في ايقافه سيكون في بطولة كأس مصر. واضاف بطولة السوبر المصري مستقلة عن بطولتين دوري وكأس مصر. ومن ثم يحق للثنائي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم المشاركة في مباراة السوبر مع الاهلية. وتعرض الشناوي للايقاف لمدة ثلاثة مباراة بعد طرده في اللقاء السموح الاخير بمصابقات الدورية. اما محمد عبد المنعم فجرى ايقافه ثلاثة مباراة ايضا بعد طرده في اللقاء نهاي كأس مصر نسخة الفين واثنين وعشرين امام بيرامتزا. وعن موقفه محمود عبد المنعم كهرباء مهاجم الاهل كشف المصدر. قد يكون هناك جديد في ملف عقوبة كهرباء خلال الساعات المقبلة. نظرا لان لجنة تظلمات تسلمت حيثيات ايقاف اللاعب من جانب لجنة الانثباط لمدة اثنى عشر مباراة. وقد تصدر قرارها النهائي في الساعة المقبلة. يذكر ان ادرة الزمالك طالبت اتحاد الكرة بحسم موقف محمد عبد المنعم كهرباء قبل اللقاء السبر المصرية. عجل القضاء يعلن مشاركة كهرباء ومحمد الشناوي في مباراة الاهل والزمالك. كشف الاعلامي محمد فاروق توقعه عن موقف محمود كهرباء لعب النادي الاهلية. من المشاركة مع ناديها مما الزمالك في مواجهة السبر المصري المقبلة في الامارات. وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية ان هناك اتجاه لدى لجنة تظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدمة. ولانا اعزائي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة. ولكن قبل ان ننهي حديثي ساطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات. ما هو رد مرتضى منصور بعد اعتماد برامات كطرف في النهاية امام الاهلي. لا تنسوا ان تشاركون بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باولا. وقبل ان انهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. موسيقى شكرا